ما عمله وزير الشباب والرياضة بالعاملة الأخيرة وهي رجاع أرض وزارة الشباب والرياضة ملك للوزارة بعد أن حدث لغط كبير عن هذه الوزارة وعن عائدية هذه الأرض لكن بسرعا نشاهد إحنا فيديو وزارة تقع بهكذا مكان بهكذا موقع كثير من التفاصيل بيها على أي أساس أنه يجون أشخاص يسعون بيها للاستثمار أو غيرها لكن بصراحة تحياتنا للسيد أحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة اللي عمل بصمة من خلال عودة الوزارة لمكانها الأصلي الوزارة اليوم قريب عليها ملعاب الشعاب قريب عليها قاعة الشعاب بيها القاعات العشرة بيها اتحاد مقر اتحاد كرة القدم بيها الطب الرياضي هذا كله البعض راد أنه يأغذى بطريقة أخرى لكن إصرار وعزيمة هذا الرجل وما يقدمه بالآونة الأخيرة بصراحة نشيد إحنا دائما أنا أقول إذا أكو خطأ ننتقد لكن ماذا يقدمه وزير الشباب والرياضة بصراحة أمر مفروح نشوف شنو اللي نتحدث بي ونرجع تعيد هذا الحق لوزارتنا وأنا أشهد أن ملاكات وزارة الشباب والرياضة منذ اليوم الأول لاستيزارنا كان قلبها يحترق حقيقة هي فعلا فرحة أن حسمت هذه الأرض أكيد يعني بالفعل هي فرحة أن تترجع هذه الأرض للوزارة كثير وزاراء مروا ما قدروا لكن ما فعله بصراحة وزير الشباب والرياضة خطوة تحسب إليه بالآونة الأخيرة هذا دائما نحن نقولها حق الرد مكفول لأي شخص نذكر ترجمة نانسي قنقر